بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى صورة يوليو المجيدة وأكد وزير الداخلية خلال البرقية أن الاحتفاء بهذه الصورة المجيدة إنما يجسد مسيرات العطاء والوفاء لأعلاء القيم الشامخة والمبادئ الراصخة في ضميري ويقين الأجيال كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء وللفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة